المسألة الثالثة ذا رعلق على الهنمر أربعة من الحلول قال تعلم قواعد السلف المنهجية والعمل بها وقال الكلام بطول وكلامه صحيح الكلام بطول وهن جزاء الله خير ما قصروا نحسبه والله حسيبه وإن كان الواجب عليهم أكثر وأكثر كما قال ابن باز رحمه الله تعالى لما أثنى عليه ذلك الرجل وقدموه وخوف الرجل بالله سبحانه وتعالى وإن كسر في خطابه نحسبه والله وحسيبه لربه وتواضع وقال والواجب علينا كثير ذا ابن باز رحمه الله تعالى فأخوانا ذلك جزاء الله خير بيّنوا لكن إنسان يتعلم قواعد السلف المنهجية والآن من الوسائل اللي بتتعلم بها التسجيلات والكتب الكتب النافعة وما بتعتمد على الكتب وحده وإن مشنوه بعد الله تعالى على التسجيلات والكتب تجمع بين الأمرين فمن التسجيلات النافعة الآن تسجيلات الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى تلقى عنده شروحات طيبة جدا ويبين فيها القواعد السلفية ويسمي يقول من علي حسن إلى شنو؟ أبي الحسن بجيب لك كذي طواله بيديك أمثلة طواله أمور واضحة جدا والشيخ الربيع والشيخ الفوزان حفظهم الله جميعا ومن مات من العلماء كالشيخ محمد أمان الجامي والشيخ أحمد بن يحيى النجمي والله عنده تسجيلات عجيبة مرة واحدة فالناس تسمع التسجيلات بدل تضيع زمنك زائر والله يتضيع زمنك يخش اليوتيوب مسافة تصل زاته للحاجة الدهيرة تكون لها تكمية مصيبة حاجة عاملة كيف وحاجة كيف والموضوع ده طويل ولا كيف وغوانا ذلك تراهوا معاك هنا ذلك بشرحوه لك شرحواه فيه وذلك بيطبقوه لك في البلد نحسبه الله وحسيبه أمورك بتوضح أي طيب فالناس تسمع وتقرأ الكتب شرح السنة للبربهاري تعليقات الشيخ الفوزان وغير من التعليقات المفيدة كتب طيبة جدا وشرح وصول السنة للإمام أحمد شرح الشيخ ربيع حفظه الله تعالى وغير من الشروحات المفيدة فالناس تحرص تحرص على تعلم السلفية خاصة بهذا الوقت جماعة الزول في حاجات بسيطة تلقى فروقات كالشعر مرات شيء يودك كذل الحق وشيء يودك هنا للباطل فرق بسيط فإن تمو محتاج هنا تتعلم محتاج تتعلم طيب ديلة الثلاثة التي أردت أن أعلق عليها وإن كان باقي الكلام والله استفدنا منه كثيرا وجزاه الله خيرا والورقة دي يعني أي إنسان فينا عنده يحرص عليها وكل فترة والتانية يراجع نفسه والأشياء التي ذكرت ويجتنب هذه الشرور العشرة التي ذكرها من مظاهر الفتنة